بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن نظام غذائي خال من الخميرة للتخلص من المتاعر الصحية الناشئة عن تكاثر الفطريات والنظام الغذائي الخالي من فطر الخميرة يهدف إلى إعادة التوازن الطبيعي بين الفطريات والبكتيريا النافعة في الجسم عن طريق استبعاد الأطعمة التي تساعد على تكاثر الفطريات وزيادة نشاطها في الجسم أو الإقلال منها والفطريات هي خلايا حية بسيطة التركيب تتغذى على المواد السكرية والنشوية في المناطق الرطبة من الجسم مثل تجويف الفم والحلق والقناة التناسلية وثنايا الجل كما تعيش أيضا في المناطق الداخلية بالجسم مثل الأمعاء والقولون وتتعايش هذه الفطريات في توازن مستمر مع البكتيريا الموجودة بالجسم ويؤدي اختلال هذا التوازن إلى زيادة تكاثر ونشاط الفطريات الذي يعد أحد المشكلات الصحية المتزايدة في العالم ويعتبر الفطر المعروف باسم كانديدا البكنس أشهر أنواع الفطريات التي تصيب جسم الإنسان بكثير من المشكلات الصحية وقد تحدثنا في فيديوهات سابقة عن الكانديدا وسنضع لكم روابط هذه الفيديوهات في صندوق الوصف أسفل الفيديو بالضغط على كلمة المزيد الموجودة تحت الفيديو والآن ما هي أسباب تكاثر الفطريات؟ تشمل أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نشاط وتكاثر الفطريات في الجسم التوتر والقلق والإكثار من تناول الكربوهدرات والمضادات الحيوية وفترات النقاها والعمليات الجراحية والحوادث الصحية أيضا بعض الأدوية مثل الكورتزون والعلاج الكيميائي ومثبتات المناعة وأقراص منع الحمل ومرض السكري وأيضا هناك التغيرات الهرمونية الملازمة لفترات الحمل والدورة الشهرية وسن انقطاع الطمط وقد تؤدي زيادة نشاط وتكاثر الفطريات في الجسم إلى مشكلات صحية تشمل التهابات الفم والحلق واللسان مصحوبة بظهور بقع بيضاء على الغشاء المخاطئ أيضا تشمل التهابات مهبلية مصحوبة بحكة جلدية ونزول إفرازات بيضاء لزجة تشبه اللبن أو الزباد أيضا التهابات الأظافر وثنايا الجلب في المناطق الرطبة بين أصابع القدمين واليدين والفخدين أيضا هناك التهابات متكررة بالأذن والجوب الأنفية والشعب الهوائية وهناك التهابات في المثانة والمسالك البولية والبروستاتة أيضا حساسية جلدية مثل الأجزمة والصدفية وحب الشباب أيضا تؤدي إلى نوبات من الإسهال والإمساك والتهاب القولون وحكة حول المستقيم ورائحة فم كريهة وألم في العضلات والمفاصل ومتلازمة قبل الحيد أيضا هناك تؤدي إلى جماع مؤلم بين الزوجين طبعا ضعف جنسي صداع نصفي وقلة الانتباه وفرط النشاط وإجهاد مزمن وضعف الذاكرة أيضا قد تؤدي إلى الشراهة لتناول السكريات وتسمم الدم بالفطريات في مرضى نقص المناعة مثل الإيدز والسرطان والعلاج الكيميائي حبيبنا حتى لا نطيل عليكم سنتحدث في الفيديو القادم عن النظام الغذائي ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها ونصائح هامة للمصابين بزيادة نشاط الفطريات عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواب دمتم في حفظ الله ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته